على مستوى الخدمات الرئيسية الحقيقة كان هناك اهتمام زي ما بنعمله في كل مناطق الجمهورية بالإنسان وكيفية تنمية الإنسان المصري في جزيرة سيناء ويمكن هنا بالنسبة للخدمات التعليمية الحقيقة فاندم كان على مستوى المدارس أو التعليم قبل الجامعي كان تمت إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي بحيث إنها بقت النهاردة بتخدم أكتر من 168 ألف طالب وبقت متوسطات الفصول الحمد لله النهاردة في سيناء لا تتجاوز 29 طالب في الفصل ولكن مش فقط هو مجرد المدارس العادية ولكن من أول لحظة كان هناك اهتمام إن إحنا ندخل المدارس المتقدمة واللي بتقدم خدمة تعليمية مميزة وبالذات زي نموذج المدارس المصرية اليابانية اللي بقت موجودة في كل مدن سيناء النهاردة سواء حضركم شوفتوا في الطور الإسماعيلية الجديدة العريش شرم الشيخ وأيضاً مدارس اللغات في مدينة العريش وأيضاً المدارس التعليم الفني والمدارس الحرفية وكل دين نهاردة مدارس بتقدم مستوى تعليم بكل المستويات لأهالي سيناء الحقيقة التفرق الكبيرة يا فندم هي تمت في التعليم الجماعي قبل 2014 كان اللي موجود في مصر هو جامعة جامعتين فقط جامعة سيناء الخاصة وكان هناك فرع جامعة خانات السويس اللي هو فرع العريش النهاردة احنا أضفنا للاتنين دول تمن جامعات عبارة عن ثلاث جامعات حكومية وتكنولوجية وخمس جامعات أهلية اللي قدام حضراتكم الحقيقة كل منشأة من دول هي مركز تنموي لوحده وبقر التنمية مش فقط على مستوى الجامعة ولكن هي بتخلق نطاق تنموي حواليها وزي ما حنشوف حضراتكم الصور النهاردة دي كان يعني موقع جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ في 2014 دي الصورة النهاردة المنطقة في هذه الفترة البسيطة الجامعة بتنشأ ولكن أيضا التنمية على طول بتحصل حواليها وبالتالي بيبقى هذه هي نقاط الجذب للتنمية الحقيقية اللي ممكن بتتعامل في أي مكان دي مدينة الطور الموقع زي ما حرقكم شايفينه ده موقع منطقة صحراء جرداء النهاردة الحمد لله ده الشكل العام للمجمع اللي موجود للجامعة في مدينة الطور ولكن الأهم المستوى اللي معمول به هذه الجامعات أعلى مستوى نطمح أنه هو نديل أولادنا وزي ما حرقكم شايفين النهاردة معمولة على أعلى مستوى من الطراز العالمي جامعة الإسماعيل الأهلية الموقع كان الخالي بالكامل في 2014 النهاردة نفس الموقع بعد ما عملنا لزوم وأنشئت الجامعة حضراتكم ده شكل الجامعة النهاردة الجامعة الإسماعيلية الأهلية اللي افتتحت وتم بدء الدراسة في العام الدراسي الحالي وبتكلفة 3 و 6 من 10 جامعة الأهلية بمدينة سلام أو شرق برسعيد برضو فتحت هذا العام الدراسي وبدأت تتلقق أبنائنا مدرسة الجامعة التكنولوجية تطوير جامعة العريش احنا قلنا كانت مجرد فرع من جامعة قناة السويس النهاردة بقت جامعة مستقلة اسمها جامعة العريش وبتعمل فيها تطوير بكل الكليات اللي بقت موجودة بتكلفة تجاوزة المليار أيضا بقى هناك يعني أفرع في كل مدن سيناء النهاردة فيه جاري إنشاء لفرع لأبورديس النهاردة للتنمية في مجال الرعاية الصحية الحقيقة كان 50 مستشفى ومركز صحي الدولة المصرية قامت بإنشاءه وتطويره في هذه الفترة الوجيزة بتكلفة تجاوزة الاربع مليار جنيه الحقيقة 12 مستشفى بالكامل بالإضافة إلى 38 مركز ووحدة طبية ده صور الحمد لله يعني على أعلى مستوى النهاردة بقت موجودة هذه المستشفيات بتطويرها يعني أرقى ما وصل إليه العلم في هذه المستشفيات في علم بناء المستشفيات بقى هو ده اللي موجود النهاردة في سيناء تطوير شامل بيحصل النهاردة مستشفى طابة وأيضا لمستشفى سانت كاترين تم والحقيقة تم تطوير طبعا مستشفى شرم الشيخ الدولي وأصبحت أول مستشفى خضراء على مستوى الجمهورية يعني ده طبعا تزامونا مع استضافة الكوب 27 بقت فعلا هذه المستشفى هي أول مستشفى خضراء وبتطبق كل معايير العمارة الخضراء مستشفى أبورديس المركزي الوحدات الصحية اللي الدولة المصرية الحمد لله بتقوم بتطويرها الخدمات الاجتماعية والثقافية اللي موجودة سواء خدمات التموين ومنافذ اللي بتتاح فيها السلع المخابز البلدية المطاحن القصور الثقافة اللي بقت موجودة في كل مكان المدن الشبابية ومراكز الشباب اللي الدولة الحقيقة اهتمت بصورة كبيرة جدا بتطويرها دي الصلة الرياضية المغطاة في مدينة العريش اللي بقت موجودة المراكز الشبابية في كل مكان على كل بقعة من أراضي سيناء بقت موجودة الحقيقة اخر يعني محور يعني كان مهم جدا والدولة المصرية عشان نحقق تنمية حقيقية ونستفيد من إمكانيات سيناء كان التنمية الاقتصادية واللي يمكن ركزنا فيها على ثلاث محاول رئيسية الزراعة والستسطاح الأراضي التنمية الصناعية والتنمية السياحية الحقيقة سيناء عندنا فيها دائما القدرة على ان هناك عديد من المساحات القبلة للزراعة وعندنا مساحات كبيرة نقدر ان احنا نستزرعها ولكن كان التحدي هو توفير المياه لإمكانية زراعة هذه الأراضي الحقيقة الرؤية النهاردة للدولة زي ما حنعرضها ان احنا بنضيف للرقعة زراعية في سيناء ربعمائة وخمسين ألف فدان الدولة انشأت خمس مناطق صناعية جديدة بالإضافة طبعا للتنمية السياحية اللي احنا حنستعرضها الحقيقة في مجل الاستصلاح الزراعي يعني بحق ما اتعمل في سيناء هو معجزة بكل كل المقاييس احنا عندنا مشروعين من اكبر واعقد المشروعات اللي تم تنفذهم على مستوى العالم واللي موجودين على ارض سيناء المحطة طبعا وكل دول هدفهم اضافة وضخ المياه لاستصلاح وزيادة الرقعة الزراعية في سيناء احنا كان كل اللي موجود قبل 2014 و14-224 ألف فدان النهاردة بنتكلم ان احنا مع التنفيذ اللي بيحصل على الارض هنتجاوز الستمية خمسة وسبعين ألف فدان يعني بنضيف فعلا ربعمية وخمسين ألف فدان للأرض اهم مشروع وده من اهم المشروعات حتى اللي اخدت يعني طبعا حتى تذكروا وضعت في موسوعة جينيس ريكورد هو محطة معالجة بحر البقر اللي النهاردة ان احنا فعلا مشروع عبقري بيدخ حوالي ستة مليون متر مكعب من المياه إلى سيناء عشان هم دول اللي يخدموا عملية زراعة الربعمية ألف فدان الجديدة ده شكل طبعا المحطة النهاردة بعد ما تم تنفذها في زمن قياسي هو الواحد ايضا معجزة فنية بحيث ان احنا النهاردة بقينا شايفين حجم التنمية الكبير اللي بيحصل الخطوط النهاردة اللي بتتعامل لربط المحطة بالمناطق اللي احنا بنستهدفنها بالاستصلاح ده جزء من الاعمال اللي بتقوم بيها برضو الهاية الهندسية عشان نصل الى مئات الكيلومترات للمناطق اللي حتبقى صالحة للزراعة في خلال الفترة القادمة ان شاء الله بالاضافة لده كان فيه مشروع طبعا مياه مصرف المحسمة اللي ابتقط مليون متر مكعب برضو الواحده واللي اتعمل واتنفذ عشان يستزرع نستزرع عليه خمسين الف فدان وحضركم برضو تتذكروا هذا المشروع العملاق شديد التعقيد اللي نجحنا كدولة ان احنا ننفذه بالاضافة اللي ان احنا النهارده بنستكمل البنية الاساسية بالكامل لمأخذ مياه الرأي بترعة الشيخ جابر عشان نستكمل استصلاح التسعين الف فدان اللي موجودين في مناطق ربعة وبير العب اللي كانوا مخططين من التسعينات من القرن الماضي ولكن النهارده الدولة فعلا بتقدر انها تنفذه تنمية السروة السماكية المشروع وبحق ايضا احد المشروعات العملاقة مزارع الفيروز السماكية 2014 دي الصورة النهارده الصورة طبعا ابلغ بالتعبير من غير اي كلام بقين النهارده هذه المزارع اللي موجودة بطاقة يعني انتاجية كبيرة جدا لتحقق جزء من الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية بالاضافة ايضا للمزارع السماكية اللي قامت بها هيئة قناة سويس في شرق القناة اللي برضو بتكلفها 650 الف 650 مليون جنيه ده حاجز الامواج بالمزارع السماكية لشرق برسعيد عمل في منطقة وطربة كلنا عارفينها منطقة سهل الطينة من اصعب المناطق اللي ممكن نشتغل فيها ولكن النهارده بيتعامل معها تطوير لمينة السد البحري ده جزء من اللي بيحصل سواء في تور سيناء في العريش والمشروع العملاق اللي وجه به فقامة الرئيس للعادة الاستفادة من بحيرة البردويل وتكريك وزيادة يعني سريان المياه جوه البحيرة علشان ترجع تاني بأجبر حجم من الانتاجية اللي هي كانت قبل كده فيما سبق بتبقى أعلى جودة من الأسماك وان شاء الله النهارده هتبقى ترجع تاني كما كانت بالظبط في هذا الوقت ولكن مش فقط كانت عملية التكريك ولكن كان تطوير حتى المناطق والتجمعات اللي حواليها زي ما قلت حضراتكم كان فيه تجمعات عشوائية للصيادين النهارده طبعا يعني عشان نشوف بس حجم الإزالات اللي كنا بنشيل الحاجات العشوائية وبندني مكانها حاجات حضرية ولكن أيضا كان هناك عواقق مدفونة ومردومة جوه البحيرة اتشالت بالكامل علشان نقدر ان احنا نشتغل ولكن معاها بيتعامل منظومة متكاملة سواء مصنع تلج محطة تحلية صلاة فرز وتصدير وانشاء مصانع علشان تخدم على هذا الموضوع التنمية الصناعية الحقيقة خمس مناطق صناعية على 83 ألف فدان البير العبد المنطقة الحرفية بالمسعيد بوسط سيناء بأبو زنيمة بالأنترى شرق ده بخلاف المشروعات الكبيرة اللي بتتعامل في منطقة شرق بورسعيد ومصانع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية زي مصانع الرخام اللي في جفجافة وطبعا غير مشروعات المصانع الأسمنت اللي كنت موجودة أو يعني تم تطويرها وزيادة كفائتها ده شكل المنطقة الصناعية اللي كانت موجودة في شرق بورسعيد مع كثافة التنمية ابتدت يبقى حجم المصانع اللي موجودة قد إيه صور طبعا ده المخطط الخاص بالمنطقة بتاعة شرق بورسعيد أو الجزء الشمالي من المنطقة الاقتصادية القناة السويس النهاردة مع حجم التنمية اللي بقيت موجودة النهاردة بكل ما تعنيه زيادة الطاقة الانتاجية لمصنع الأسمنت عشان تبقى للضعف تقريبا سبعة مليون طن النهاردة بيخدم المجمع العملاق للرخام في الجفكافة بوسط سيناء بتكلفة تقريبا مليار جنيه ويمكن بقى أحد أهم روافد النهاردة توفير هذه الخامة المهمة وبيعمل قيمة مضافة كبيرة جدا للخامات اللي كانت موجودة في سيناء وبقت النهاردة ان احنا قادرين على تصدرها للخارج في كل حتة الحياة طبعا أحد أهم المشروعات اللي كانت دائما مخططة والدولة النهاردة حطاها كأولوية ان شاء الله في التنمية منطقة ودي التكنولوجيا اللي هي بتعتبر عشان تخدم على مدينة الإسماعيلية الجديدة وتبقى هي دي مكان العمل الحياة أيضا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كان لها نصيب كبير الحياة وفرت لنا حوالي تسعين ألف فرصة عمل مباشرة وضخت الدولة أكتر من اثنين مليار جنيه في هذه المشروعات لكن في مجل استثمار الدولة كانت حريصة على توفير البنية الأساسية زيها زي كل حتة في مصر من خلال إنشاء مكاتب المستثمرين المختلفة في كل حتة أخيرا وليس أخيرا التنمية السياحية كان أحد أهم من المشروعات اللي سيادة الرئيس وجه بإنهاءها بسرعة وتشغيلها وكان من أحد المشروعات المتعسرة مدحف شرم الشيخ دي كانت صورته في 2014 النهاردة بعد ما تفتح واشتغل والمنطقة التنمية اللي حصلت حواليه بالشكل اللي حضركم شايفينه وبقى الواحده النهاردة بقرة لجذب السياح في مدينة شرم الشيخ إنما طبعا التنمية اللي حصلت في شرم الشيخ وحدها في وقت مؤتمر المناخ الحمد لله جعل مدينة شرم الشيخ النهاردة تعود مرة أخرى كوجهة أولى للسياحة العالمية في كل حتة ولكن الموضوع مش فقط قاصر على شرم الشيخ احنا بنتكلم على تورسي يناء الكورنيش اللي بيحصل هناك وشكل التنمية اللي بتتعامل في الدولة والمشروع المهم جدا مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين المشروع ده يمكن طبعا حضركم الوحيد اللي على وجه الكرة الأرضية اللي تجلى ربنا سبحانه وتعالى فيه واللهو القدسية لكل الديانات اللي موجودة النهاردة بيتعامل تنمية كاملة سياحية ويمكن ده مخطط بيتعامل ده سورة المخطط النهاردة على الأرض ده اللي تنفذ قدام حضراتكم وان شاء الله قبل نهاية هذا العام هتكون اكتملت هذين مشروعات احنا بنستهدف ان شاء الله النصف السين منتصف هذا العام تكون اكتملت كل مشروعات التنمية الخاصة بسانت كاترين عشان فعلا نبرز مدى قدسية وأهمية هذه البقعة الطهرة من الأرض لكل الديانات وان كل الناس تبقى موجودة كموطئ للحضرات كلها حضراتكم شايفين ما بين المخطط وما نفذ على الأرض الفنادق اللي موجودة النهاردة اللي بنعملنها على مستوى على أعلى مستوى البعد البيئي اللي بيراعى في هذه المشروعات كلها الحياة فندم احنا في نهاية العرض احنا عملنا استقصاء في بداية هذا الشهر لأهالي سيناء وانا لهم يعني بناءا على الدولة عملته انتوا شايفين مدى الرضا على جودة الخدمات زي ما حضراتكم شايفين الحمد لله ارتفعت نسبة رضا أهالينا في سيناء عن العديد من الخدمات زي ما حضراتكم شايفين احنا طبعا شغدا كل ده فقط جزء من عملية التنمية اللي مازالت الدولة بتخطوها في هذه المرحلة الحياة الرؤية المستقبلية بتعتمد على بالاضافة الى كل المشروعات اللي احنا شغالين عليها ولكن هناك النهاردة اللي وجه به فخامة الرئيس ان احنا نركز على حاجات اساسية النهاردة ان احنا كمان نعظم الاستفادة منها موضوع المواد التعدينية المهمة جدا اللي موجودة في سيناء اللي طبعا تعظيم موضوع الاستصلاح الزراعي ولكن ايضا وده المهم ان احنا ندخل على المراكز والمدن القائمة ويتعامل تطوير شامل لهذه المدن ندخل على المدن القائمة زي العريش وبير العبد والشيخ زويد ويتعامل تطوير كامل لهذه المدن في شمال سيناء بحيث تبقى بتضارع كل المدن وعواصم المحافظات اللي موجودة عندنا في باقي الجمهورية النهاردة واحد من اهم المشروعات اللي الدولة المصرية ايضا بتستهدفها هو تنمية المنطقة بنطلق عليها 109 الف فدان كمنطقة حتبقى فيها امكانيات استصلاح الزراعي ويتعامل فيها مراكز لوجستية كبيرة عشان تخدم المنطقة الخاصة بشرق سيناء بإذن الله في خلال الفترة القادمة واخيرا وليس اخيرا طبعا كنز الرمال السوداء اللي موجودة والمقومات اللي موجودة النهاردة في هذه المنطقة اللي بتخلينا ان احنا عندنا احتياطيات مؤكدة يعني تقترب من مليار تن في هذه المنطقة منهم لوحدها 13 مليون تن من أنفس يعني المعادن اللي موجودة على مستوى العالم والنهاردة الحقيقة الدولة يعني بتشتغل على الاستخلاص هذه المعادن الثمينة جدا وتبقى قيمة مضافة لهذا الموضوع انا حابب ان انا يعني انهي كلماتي ان النهاردة ان الحمد لله الدولة المصرية بالجهد اللي بتعمل واللي لسه هيتعمل ان شاء الله اضعافه في خلال الفترة الجاية هنكون بحق يعني ربطنا ارض الفيروس بمصر بسورة ابادية ان شاء الله وتبقى يعني الحمد لله يبقى فيها كل اعمال التنمية اللي لا تقل بل تزيد عن باقي ربوع الجمهورية انا بشكر حضراتكم اشتركوا